أطلق اليوم ودير التربية الوطنية وترقية المواطنة من مدينة ماساكوري حاضر إقليم حجر لميس امتحان الشهادة الإعدادية وقد تقارب عدد المنتحنين لهذا العام حوالي 80 ألف منتحنين ممتحنين بالقسمين العربي والفرنسي وقد حث الوزير أحمد أصيل الطلاب للاستفادة من القبضات السابقة محمد الأمين أحمد بالجملة عددهم 79803 طالبا وطالبا جلسوا لامتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2017 في كافة الأراضي الوطنية منهم 1866 مرشحا للشهادة الإعدادية بمدينة ماساكوري حاضرت إقليم حجر لميس هذا وقد أشرف وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزال أصيل على إطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بمدينة ماساكوري هذا وقد باشر وزير التربية الوطنية عملية فتح مظروف أسئلة الامتحانات بنفسه ومن ثم استخرج أسئلة الامتحانات لليوم الأول لمادة الإنشاء الذي يحوي سؤالا واحدا وهذا السؤال الوارد في الأسئلة ما هي الآثار السلبية للتلفزيون والسينما في سلوكيات الشباب وأنت كشاب كيف تعالج هذه الظاهرة ومن ثم قام الوزير والطاقم الفني وهيئة تنظيم الامتحانات بجولات إلى المركزين المخصصين للمتحانات بمدينة ماساكوري وقام رئيس مركز الامتحانات بمقاطعة الدقنة بتوضيح البيانات المترتبة بتجهيز الامتحانات دورة 2017 بمدينة ماساكوري الحمد للأمينة ساستة صباحا دا كل المدرسين الموجودين في اللجانة المختلفة زي المراقبة والتصحي والسكريتارية كلهم كانوا متواجدين ومنات المراقبة وفتشنا أسماهم وشدنا بطاقاتهم كل مطابقة ما أسماهم ونزلناهم في الفصول وبعد أن أطلق الوزير الامتحانات بصورة رسمية بمدينة ماساكوري عبر عن انطباعاته بحيث تم إطلاق الامتحانات في جو يسوده الهدوء التام دون وقوع أي مخالفات أو تجاوزات لما تعرفوا للسنة الدراسية لدينا صعوبات كثيرة والحمد لله الساعة اليوم وصلنا في مرحلة الامتحانات ونتمنوا النجاح والتوفيق لكل الكاندداء هنا دول في شاد كلها والحمد لله جينا اليوم نظمنا الامتحانات كل شيء جيد ننوح بأنه قد تخلل عملية إطلاق الامتحانات بغرس شتلة بساحة المدرسة الحديثة بمدينة ماساكوري التي تعد أولى المركزين لامتحانات الشهادة الإعدادية بماساكوري حاضرة إقليم حجر لمس